السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم في أستوديو هيئة الإعلام الوطنية الإسرائيلية التابعة لمكتب رئاسة الوزراء دخلت الحرب على حماس شعرها الرابع بعد المجازر المروعة التي ارتكبها دواعش حماس في حق مواطنين في السابع من أكتوبر تحركنا لإزالة هديد الحمساوي عن دولتنا وعن قطاع غزة لا شك أن حماس هي عدو كل من يريد الأمان والاستقرار في المنطقة وشهدنا أمثلة عديدة عن هذا خلال الأشهر الأخيرة عندما احتج الغزيون ضد حماس بسبب قيامها بالنهب المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع وعلى مدار الأشهر الأخيرة تتزايد الأصوات في غزة التي تدعو لإسقاط حماس معنا اليوم السيد مصعب حاسن يوسف نجل القيادي في حماس حاسن يوسف الذي كان أحدا من مؤسسي هذه الحركة الإرهابية السيد مصعب فرصة سعيدة أهلا وسهلا بك في تلقية فرصة سعيدة أنت ولدت لعائلة هي فعلا من مؤسسي حماس لو سمحت احكينا شوي عن طفولتك عن تجربتك عن نشوءك في أحدان هذه الحركة والدي كان من السابقين المؤسسين لحركة حماس القيادة الأولى للحركة كان أحد مبعدي مرج الظهور هو جزء أصيل من قيادة حركة حماس حتى هذا اليوم نشأت وترعرعت في هذا المناخ المناخ الإسلامي الحمساوي الجهادي الذي يريد أن يدمر دولة إسرائيل وينشئ دولة إسلامية على أنقاض الدولة الإسرائيلية هذا بشكل عام أستطيع التحدث إلى ما لا نهاية عن طفولتي والمناخ الذي كبرت فيه لما كنت طفلاً هل تعرت إلى التحريد إلى الكراهية إلى عمل ممنهج حوالك إلى شخص يكره الآخر بدون شك في المساجد في المدارس في الشارع في المنزل أينما تذهب هناك الكراهية تجاه إسرائيل وتجاه الشعب اليهودي للأسف الشديد ليس كل أحد في المجتمع الفلسطيني يكره اليهود ولكن الغلبية العظمى للأسف الشديد يجمعون على كراهية تجاه دولة إسرائيل وبخاصة أنها دولة يهودية أو دولة عبرية لا شك أنك قرات مثاق حماس المثاق يدعو في البند السابع إلى قتل كل يهودي أينما كان في كل نحاء العالم ليس فقط في إسرائيل يعني بالنسبة لك وبنسبة للأشخاص الذين طرعرعوا معك في نفس البيئة يعني ما كان التصور بالنسبة لحماس يعني ما كان الهدف الأكبر بالنسبة لحماس حيال إسرائيل وأيضا حيال السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هذا مثاق جنوني الأشخاص الذين كتبوا مثاق حركة حماس لا يصلحون أن يكونوا جزءا في أي مجتمع إنساني هم مجموعة مجانين حتى مستشفى المجانين لا يستطيع أن يستقبل هذه النوعية من الواهمين يريدون تدمير دولة كاملة قتل ملايين البشر من أجل بناء دولة إسلامية على هذه الأنقاض هذا خيال جنوني ليس هناك عقل سليم داخل هذه المنظومة منظومة حركة حماس ماذا تتوقع أنت شاهدت أكيد المشاهد المروعة من السابع من أكتوبر تسالوا المئات والألاف من إرابي حماس مدججين بالأسلحة دخلوا إلى البلدات المتخمة للحدود مع قطة غزة دخلوا للمنازل وحركوا وبطروا وعدموا أطفالا ونساء وشيوخ أنت تعرف حركة حماس من الداخل ماذا كان شعورك؟ ماذا كان انتباعك؟ هل كنت تتوقع مثل هذه الأفعال المشينة؟ في البداية توقعت أنه عمل إرهابي وحماس هذا لم يكن العمل الأول العمل إرهابي الأول الذي تقترفه حركة حماس ولكن ما حدث وما كان مثبتا من خلال كاميرات حركة حماس أثبت للعالم أنه عملية تطهير عرقي ليس عمل إرهابي فقط عملية إبادة جماعية وهذه المشكلة في الحالم العربي لا يستطيعون التفرقة بين عمل عنف إرهابي وعمل مدبر مخطط لتطهير عرقي ضد مجتمع على خلفيتهم الدينية وخلفيتهم القومية وهذا ما فعلته حركة حماس وحركة حماس لديها الجهزية أن تقتل أي مجموعة تخالف الفكر الإخواني هذا في العالم العربي يجب أن يتنبه لهذا الخطر الداخلي خطر الإخوان المسلمين خطر حركة حماس هذه المجموعات الإسلامية هي خطر حقيقة على المجتمعات العربية ما حصل أكتوبر 7 هذا شكل من أشكال عمل حركة حماس وماذا سيكونون بفعله إن استمروا في الحكم في قطاع غزة وفقاً التقرير التي استدرت من قطاع غزة قائد حماس في القطاع يحيس الوار اتأخذ قرار شان الحرب لوحده بدون مشاورة السكان والآن نحن نرى الغازين يدفعون الثمن نحن نرى بأنه يوجد شرخ بين حماس وبين المواطنين نرى كما قلت أصواتاً تعلوا من الشارع الغازي تناشد ديد حماس تحتاج ديد حماس وما إلى ذلك دعنا نرى تناشد ديد حماس تناشد ديد حماس بالنسبة لتجربتك أنت كيف يمكن أن يتم تفسير هذا الفرق الشاسع بين القرار حبسوي بشان الحرب وتجاهل كامل لما أراده الغازيون الغازيون لم يريدوا كما يبدو بأن يتم تدمير القطاع وبأن يتم تدمير حياته حركة حماس ليس لديها اعتبار إنساني على الإطلاق هم في الحقيقة يضحون بالأطفال والسكان العزل من أجل الوصول إلى أهداف سياسية رخيصة وهذه العبات حماس لم تكن جديدة هذه الحرب الرابعة أو الحرب الخامسة في قطاع غزة كل مرة كان هناك وقف لإطلاق النار وحماس الشعب الغزي دفع الثمن وحماس قبضت الثمن بالملايين والرفاهية في دول الخليج العربي وكافة أماكن تواجدهم والشعب المسكين دفع الثمن وحماس هذه المرة لم يكن لديها اعتبار هم في الحقيقة يريدون أن يموت الناس يريدون أن يكون هناك ضحايا من السكان المدنيين العزل لكي يحرجوا إسرائيل عالميا هذه ليست لعبة جديدة تقوم بها حركة حماسية لعبة كذرة عندما تقوم حماس بالمقامرة بدماء الأطفال أنت تقامر بدماء الأطفال من أجل الحصول على أهداف سياسية خصيصة ورخيصة ليس لديها معنى وما المعنى دولة فلسطينية إن لم يكن الأطفال أهم شيء في هذه الدولة ولكن حركة حماس يريدون أن يستخدموا الأطفال كوقود لحركتهم الإرهابية أما الأطفال نحن تحدثنا خلال الأوين الأخيرة كثيرا عن الأونروا وكالة غوثوة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين ووجدنا بأن على الأقال 12 من موظفي هذه الوكالة شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر رأينا بأن المئات من معلمي الأونروا في قطاع غزة دعموا المجازر وبأن 10% من إجمالي الموظفين العاملين في الأونروا ينتمون للتنظيمات الإرهابية أنت خريج مدرسة ثانوية تابعة للأونروا في الضفة الغربية ماذا كانت تجربتك أنت بالنسبة للمعالمين الذين يعملون في صفوف الأونروا هل تعرضت للتحريد من قبلهم؟ هل شهدت مواد غير مناسبة في المدرسة بما يخص الصراع وما إلى ذلك؟ المشكلة الرئيسية لم تكن فقط في المناهج التعليمية كانت أيضا الأساتذة في هذه المدارس كل منهم لديه انتماء سياسي معين ينتمي إلى إطار سياسي بعضهم ينتمون لحركة حماس الآخرين ينتمون لمنظمات فلسطينية أخرى كالجابة الشعبية كحركة الفتح ودائما كان هؤلاء الأساتذة يدفعون أفكارهم السياسية من خلال التعليم الممانهج فهناك بدون أدنى شك تأثير من خلال العاملين في هذا القطع ولكن مشكلة الكبرى مع الأونروا أنها تبكي الفلسطينيين كحالة ضحية مستمرة هناك الجيل الأول من اللاجئين ليس هنا الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس خمسة أجيال وأنت تقنع الناس أنك ضحية والأونروا تأتي لتؤكد هذه النظرية وهذه النظرية خاطئة أنت لست لاجئا حتى الجيل الأول من اللاجئين لم يكنوا لاجئين فوجود الأونروا واستمرارية عملها سيبقي هؤلاء الناس في دوامة الضحية ماذا نريد من الجيل الخامس أن ينهط ويتقدم وينظر تجاه المستقبل بدلا من أن يركز ويبقي النظر تجاه الماضي هذه مشكلة الأساسية أو الأصولية مع الأونروا كيف يبدو في اعتقادك اليوم التالي بعد الحرب ماذا تتمنى أن يكون الوضع في قطاع غزة بعد الحرب بعد القضاء على حماس أنا كنت أتمنى أن الحرب تنتهي منذ زمن طويل كنت أتمنى أن الحرب تكون قصيرة ولكن للأسف الشديد لا يوجد هناك تعاون كافي من سكان قطاع غزة لكي يساعدون أو يساعدوا حكومة إسرائيل على العثور على المختطفين هذا يؤخر العملية العسكرية لو شعب قطاع غزة ثارت ضد حركة حماس بشكل مبكر منذ البداية هذا كان سيخفف على السكان فأنا أقول كلما طالت الحرب كلما سيكون دفع الثمن أكبر على كافة الأسعدة إسرائيل ستدفع ثمن أكبر وشعب الغزة سيدفع ثمن أكبر وخوفي أن تطول هذه الحرب بدون صكف زمني والذي سيؤدي إلى الكثير من الدمار ولا أحد يستطيع رؤية ماذا سيكون المشهد لليوم التالي للحرب إذا انتهت الحرب اليوم غدا سيكون مختلفا تماما إذا الحرب انتهت سنة من الآن لو انتهت الحرب غدا وحماس انتهت والآن توجد فرصة لعادة العمار ولترميم القطاع ولتوفير الأمان والاستقرار للسكان في القطاع كيف يبدو باعتقدك مستقبل القطاع بدون حماس أي شيء بدون حركة حماس هي خطوة نحو الأفضل خطوة نحو الأفضل ليس فقط لسكان قطاع غزة أيضا لسكان الضفة الغربية أيضا لسكان منطقة الشرق الأوسط هؤلاء الإسلاميون حركة الإخوان المسلمين حركة حماس وكل الأفرعة المنبثقة عن الفكر البنى وسيد كطب هو فكر مسموم جلب الدمار وجلب الخراب على دول المنطقة فلذلك بدون حركة حماس الوضع سيكون أفضل بدون الإخوان المسلمين الوضع سيكون أفضل هذه المجموعات الرجعية المتخلفة الهمجية الذي لا يوجد لديها قوانين لا قوانين أرضية ولا قوانين سماوية يناورون الآيات السماوية الآيات الكرآنية يستخدمونها كما يشاءون قد تعني شيئا الآن وقد تعني شيئا آخر ساعة من الآن أو غدا ويبكون على هذه اللعبة في إبقاء الناس في هذه الحالة من حرب دائم ومن حالة فعلا مثيرة للشفقة فيجب يجب أن ينتهوا هذه الحركات الإسلامية حركة الإخوان المسلمين بالتخصيص لأن حركة حماس تنتمي لحركة الإخوان المسلمين هذا الفكر الجهادي يجب أن ينتهي ويجب أن ينتهي الآن نحن نرى للأسف في بعض العواسم الغربية مظاهرات تؤيد حماس ويشارك فيها مواطنون عاديون لا يعرفون الكثير عن حماس وعن السرع أنت تعرف حماس أنت تعرف الإيديولوجية أنت تعرف صورفات حماس ماذا يمكن أن تقول لهولا الذين يدعمون هذا التنظيم الإرهابي الذي ذبح خلال ساعات أكثر من 1200 مدني إسرائيلي ماذا يمكن أن تقول لهم الذين لا يعرفون عن حماس الحقيقية وأيضا استخدموا أطفالا ونساء وشيوخا كدروع بشرية هم مسؤولون ليس فقط عن مقتل مئات أو حتى ألاف الإسرائيليين هم مسؤولون أيضا عن قتل ألاف الفلسطينيين وأقول لكل هذه المجموعات المؤيدة للفلسطينيين في الغرب أنتم تؤيدون جماعة همجية بربرية ليس لها علاقة بالعالم المتحضر حركة حماس تعتمد بشكل أساسي على ضمار الحضارة هم يريدون تدمير كل الحضارات ليس فقط الحضارة الغربية بل كل الحضارات حتى يبنوا الدولة الإسلامية المثالية فقط من الخيال ليس من لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع لا يمكن فقط سيجلب دمار وألم ودم وتخريب للعالم فلذلك عندما أرى هؤلاء في الغرب هم يساعدون مجموعة خطيرة جدا وخطرهم ليس فقط ضد دولة إسرائيل خطرهم ضد العالم الحر فلذلك يجب على كل هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون للعالم الحر أن يفكروا جيدا قبل أن يدعموا حركة إرهابية بربرية مثل حركة حماس سعي الموصب حسن يوسف شكرا لك على هذه المقابلة شكرا لك شكرا وشكرا لكم أيها المشاهدين على حسن المطابع سنتقل قريبا في مقابلات أخرى شكرا وإلى اللقاء